تعرف المواطن جاي يعاني بسبب مراجعته للوزارات يعني أنا قبل شيء شفت مواطن دازي ثلاث مرات للتربية راجع رايح الوزارة العمل حاضرتك مو؟ أيه ناس شون اليوم تحلون هذه القضايا؟ أستاذ هناك تأتي لدينا أقراص خاصة بالمقاطعات خصوصا مع كافة الوزارات من ضمنها الأخ وزارة التربية فالإجراء الرسمي أول إجراء نطي كتاب للمواطن نطي كتاب يعني تاريخ التعيين شوك تتعين سواء كان الزوج تحتمال أو هو متعين الوزارة ناخد فترة التعين وهي تاريخ الاحتساب حتى تطلع الفترة إذا أكوا مبالغ متجاوزة يتم استردادها ما أكوا مبالغ متجاوزة نسوي لبراء الذنب ويروح الوزارة التربية حس هنا شون سيح الأمر أي؟ أبو علي موكتلي؟ أبو علي شون سيح الأمر أي؟ أبو علي لحظة الكاميرا أستاذ أسبو علي هنا حالة القيد مستمرة ما عنده أي شيء شون اللي يعدك؟ المنحة ما للطلاب المنحة الطلابية هذه مسألة المنحة الطلابية هذه تعتمد فقط على المدارس مو قضية يمنى هذه يعتمد على حالة التأشير بما أنه ما مأشر في الخلل يصير بالوزارة التربية بالوزارة التربية أستاذ قاطعة كانوا سويت كتاب وطلعت أنها بصحة مضفرة أستاذ بالمدرسة هذه التأشيرات بالمدارس المدارس هي خطوة الأولى المدارس إذا أشرت حضور الطالب موجود أي فالتأشير يصير بالأداء إحنا مجرد ناقلي للأموال يعني ما أنه أي دخل بالمنحة الطلابية الأموال تجي عن طريق وزارة التربية حتى لا يتعب المواطن نصرفها بالبطاقة الخاصة به يعني عاكس وزارة التعليم العالي التعليم العالي تصرف يدوي الآن لازم يراجع المدرسة راجع المدرسة أستطيع